أنا التقيت بهم والتقيت مع أخونا أستاذ مشعان وحيشت مع أخونا أستاذ فالح وأنا عندي مرجعية المرجعية هم مهلي وناسي وأجمعهم في المظيف وطرحت الموضوع لهم قلت لهم هناك شخصيات طرحت علي الموضوع ومن ضمنهم أخونا أستاذ محمد الحلبوسي من خلال الست ناهدة ومن خلال شخصيات أخرى تكلموا معايا ولذلك الخيار وقع أخيرا على تقدم لأننا التقيت بالآخرين وتكلمت معهم ورجعت إلى ناسي ومرجعياتنا هم قلت لك أهلي ومنطقتي وناسي محافظتي والجميع توجه باتجاه تقدم لأن حقيقة ما عمله السيد الحلبوسي في الأنبار يعتبر حقيقة إنجاز وإنجاز مميز وعفي عليه حقيقة النقطة يسجلها الجهة نحن النقطة الأسوأ التي كان لدينا رئيس برلمان سابق قبله أربع سنين ما شاف محافظته ولا قدم أي شيء لها ولذلك ناسنا ومحافظتنا توجهت جميعا باتجاه الحلبوسي لا تختلف المقارنة هنا الرجل السيد رئيس البرلمان كان محافظ للأنبار فظلت عينه على الأنبار وإضافة إلى أن المحافظ من كتلته فبقت عينه على الأنبار هنا السيد رئيس البرلمان السابق لم يكن المحافظ من كتلته وأيضا تعرف التنفذ الميليشيوي في ديالة تمنعه من الله لا أنا أحكي لك هذا مقارن مختلف لا لا طبعا كلامك تقيق صحيح طيب نحن سيد الحلبوسي يجب في الدورة بين 2014 و2018 يجب لمدة سنتين في البرلمان وراح بعدين محافظ في الأنبار حقيقة تنازل عن مقعده في البرلمان وراح له وهذا جيد الرجل مهندس والرجل عرف وين خطه ويقدر يخدم به صحيح سنتين قدر يرتب ويخلي له أسس ويخلي له جمهور وشعة في حين محافظتنا دكتور سليم من اليوم الأول في محافظة ديالة الانتخابات الأولى اللي صارت في 2005 جابنا نائب محافظ واسألني نائب المحافظ وين نائب المحافظ ما تشوفه فاسد وانحكم عدة حكومات وما موجود أصلا بالعراق وجاب محافظ ثاني لمدة سنتين وانهزم وانحكم ثلاث أربع حكم وراح وإجا ثالث محافظ واحترق والفلوس في سيارته وجابه دكتور سليم ورابع واحد عمر الحميري انحكم بواحد وعلي حكم وعلي حكم غيابه هذا أني إذن دولة كلهم جابهم دكتور سليم رئيس قبل أن يكون رئيس برلمان كلهم جابهم دكتور سليم كلهم جابهم ونحن مسؤول عن كلامي متنفذ إذن سليم طبعا متنفذ طبعا سليم متنفذ لعشون ما قدر يفوز وهناك جهات معينة ملتزمته ومعه ومعه يقعدون معه في اختيار الإدارة في ديالة شون ما قدر يفوز بالانتخابات السابقة الانتخابات اللي فاتت حول من ديالة إلى بغداد وهذا أكبر خطأ وقع بي أن ترك أهله وترك محافظته لو ظل على الأقل في محافظته كان ممكن يتحمل ما يتحمله الآن ويقدر يعاتبه يقول له لي شو ما سويت وما سويت ويقدر يدخل الانتخابات وممكن أن يجيب عدد أكبر مما جابه في بغداد اشتركوا في القناة